فقد المؤتمر الوطني الافريقي من بريقه منذ فوز نيلسون مندلا في العام الف وتسعمائة واربعة وتسعين لكن من المرجح ان يحقق هذا الحزب الحاكم في جنوب افريقيا نصرا كبيرا في الانتخابات التشريعية المقرارة الاربعاء رغم خيبة امال ملايين الناخبين وقد دعي اكثر من خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة الف جنوب افريقي الى صنضيق الاقتراع لانتخاب اربعمائة ناخب سينتخبون بدورهم الرئيس المقبل في الحادي والعشرين من ايار مايو ويتوقع ان يفوز جايكوب زومة الذي يحكم البلاد منذ العام الفين وتسعى بولاية ثانية وتتوقع الاستطلاعات ان يفوز المؤتمر الوطني الافريقي الذي يترأسه زومة باكثر من ستين في المائة من الاصوات محققا فوزا عريضا لكن اقل من الذي انجزه قبل خمس سنوات بخمسة وستين فاصل تسعة في المائة واقترنت ولاية الرئيس زومة الاولى بعدة فضائح تمثل اخرها في عملية تجديد منزله العائلي على حساب الدولة في نيكادلا بحوالى ستة عشر مليون وخمسمائة الف يورو كما تلطخت ايديه بدماء اربعة وثلاثين من عمال المناجم المضربين في امريكانا الذين قتلتهم الشرطة في ابغسطس عام الفين واثني عشر